قبل نبدأ إذا ما كنت مهتم في لعبة Call of Duty فهذا الفيديو على أكثر ما رح يهمك انتظر الفيديو القادم سيكون فيديو توب 10 إن شاء الله أخيرا تم الإعلان بشكل رسمي عن جزء Call of Duty القادم واللي هو Call of Duty Modern Warfare 2 مثل ما شفين قدامكم هذا الشعار الرسمي نزل أمس بتغريدة لإنفينيتي وورد للستيديو المطور لCall of Duty وحماس اللاعبين مو طبيعي فقط صورة الشعار جابت فوق الربع مليون لايك على تويتر بأقل من 24 ساعة بينما إعلان Call of Duty Vanguard سنة الماضية ما جاب إلا 30 ألف لايك خلال سنة فواضح كثير لاعبين رح يرجعوا على Call of Duty مع Modern Warfare 2 فبهالفيديو رح نتكلم عن الأشياء اللي أعلنوا عنها رح نتكلم عن موعد إعلان اللعبة وموعد النزول ورح نتكلم عن تسريبات جدا جدا رهيبة عن اللعبة فيه كثير تسريبات جديدة طلعت رح أغطيها كلها في هالفيديو فيلا خلنا نبدأ قبل أن نبدأ هذا الفيديو عليه giveaway لنسختين للاعبة Call of Duty Vanguard إذا حد تدخل بفرصة الفوز عليهم كلا عليك سويه إدعم فيديو بزر اللايك اشارك في القناة وترك تعليق مع المنصة اللي بدك عليها اللعبة وهذا الفيديو برعاية ريزر جولد وفيه شي رح يهمك إذا كنت من لاعبين Call of Duty طيب أول شي إيش هي ريزر جولد بالضبط بكل بساطة ريزر جولد هي عملة أو موقع فينك تشتري فيه أي شيء إله علاقة في الألعاب يعني على سبيل المثال إذا تشتري بطاقة ستور للبلاي ستيشن بدل ما تشتريها من البلاي ستيشن بشكل مباشر لا اشتريها عن طريق ريزر جولد لأنه ممكن يكون فيه عروض عليها وتشتريها بسعر أرخص وحتى لو ما فيه عروض لو اشتريتها عن طريق ريزر جولد رح يعطوك عملة باسم ريزر سيلفر وكل ما تجمع ريزر سيلفر فينك تبدلهم بأشياء مجانية وحاليا تم إضافة لعبة Call of Duty Mobile إلى ريزر جولد وفيه عرض الآن جدا رهيب ولفترة محدودة واللي هو إيش حنرصيدك بCall of Duty Mobile باستعمال ريزر جولد ورح تاخد خصم 30% وغير كذا رح تاخد ضعف عملات الريزر سيلفر يعني بدل بتاخد 500 رح تاخد 1000 وفوق هذا كله دو دفعت 10 دولار رح يعطوك بارشوت أو مظلة حصرية بCall of Duty Mobile صراحة إذا كنت تلعب Call of Duty Mobile فهذا العرض ما بيتفوت لحكوا عليه الرابط موجود بالوصف وحاليا ريزر جولد عندهم صفحات على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الروابط كمان كلها بالوصف أتمنى تشايكوا عليها عشان تعرفوا آخر العروض ويلا خلنا نبدأ بالفيديو أوكي شباب هالفيديو رح يكون مقسم إلى ثلاث أقسام أولا رح أتكلم عن التسريبات القديمة واللي تأكدت واللي سويت عنها فيديو من خمسة شهور تقريبا ورح أتكلم عنها بشكل جدا مختصر مدة الفيديو اللي سويتها من خمسة شهور كان 17 دقيقة بينما الآن رح أعيدها بخمس دقائق فقط عشان تتذكروا التسريبات القديمة والقسم الثاني رح يكون معلومات رسمية ومؤكدة مو تسريبات طلعت عن Call of Duty Modern Warfare 2 وعن Warzone 2 أو Warzone الجديد والقسم الثالث والأهم هو التسريبات الجديدة الشبح مؤكدة واللي جدا رهيبة الفيديو على يوتيوب مثل مشايفين مقسم فلو ما بدك تشوف التسريبات القديمة أو متذكرها فينك تقدم الفيديو للتسريبات الجديدة أو المعلومات الرئيسية يعني ما في داعي تشوف الفيديو كامل طيب خلنا حاليا نبدأ بالتسريبات القديمة والمؤكدة بشكل جدا سريع أولا Call of Duty Modern Warfare 2 هو الجزء الوحيد لCall of Duty بآخر سنتين يلي ما في أي مشاكل بتطويره على عكس Black Ops Cold War اللي تم تطويره بسنتين فقط بدل ثلاث سنوات وعلى عكس Call of Duty Vanguard يلي كان كتير في مشاكل أثناء تطويره بينما Modern Warfare 2 تطوير اللعبة كان جدا جيد وهذا بيدل أنه اللعبة رح تكون قوية لدرجة أنه بشهر 12 السنة الماضية كانت اللعبة شبه جاهزة وجايبين الناس يجربوا اللعبة ويلعبوها عشان يشوفوا إذا فيها أي مشاكل قبل سنة من نزولها اللعبة جاهزة ومكتملة غير كذا ذكرنا بالفيديو القديم أنه اللعبة ما رح تكون شبيهة بـ Modern Warfare 2019 لا رح تكون لعبة جديدة أو المصطلح اللي ذكروا المسربين رح تكون Call of Duty غير آمنة يعني Call of Duty Vanguard مثلا كانت جدا آمنة ما أخذوا أي مخاطر عملوا نسخ لسق من Modern Warfare 2019 لأنه الستيديو ما كان عنده الثقة الكافية عشان يبدع ويخترع أشياء جديدة بينما Modern Warfare 2 لا فيه كتير أشياء جديدة كتير أشياء عن Call of Duty ما شفناها قبل بعدين التسريبات الشبح مؤكدة قالت أنه أحداث اللعبة رح تكون بكولومبيا بالتحديد بسواحل كولومبيا فرح نلعب بأجواء غابات منطرة طبيعة جبال خضرة أجواء جدا رهيبة والعدل الأساسي رح يكون عصابات المخدرات اللي موجودة هناك اللي ما بيعرف بالحقيقة بهذه المنطقة من العالم فيها كثير عصابات مخدرات وجدا متوحشين وأصلا قصة Call of Duty Modern Warfare 2 الأصلية اللي نزلت من 12 سنة كان فيها جزء جدا كبير في البرازيل وبتقاتل تجار المخدرات هناك فيعني نوعا ما شبيهة عن Modern Warfare 2 الأصلية غير كذا ذكرت التسريبات كمان أنه شخصيتك رح يتفاعل على حسب الأجواء يعني إذا كنت بأجواء منطرة فعادي السلاح يتزحلك من بين إيديك إذا كان شخصيتك مرتعب مثلا صار انفجار أو صاروخ قدامه فرح تلاقي يدها قاعدة ترجف فبالتالي السلاح رح يرجف وفيه كثير تفاصيل نفس كذا رهيبة وبالنسبة للأونلاين أو الملتيبلاير فالتسريب القديمة ذكرت أنه حاليا فينا ترقض وتطلق بسلاحك بنفس الوقت هذا الشي شفناه بـ Call of Duty Vanguard مع السلاح واحد بينما بـ Modern Warfare 2 رح يكون موجود مع كل الأسلحة بس طبعا رح يأثر على الأيم عندك والريكويل بشكل جدا كبير غير كذا رح يكون فيه سلايد من نوع جديد اللي هو نفس لعبة Max Payne فينه شخصيتك ينطع على اليمين أو على اليسار نفس اللي شايفينها قدامكم ورح تقدر تأيم سلاحك على اليمين أو على اليسار نفس لعبة Rainbow وبالنسبة للفيلد أبغريد فذكرنا بالتسريبات القديمة أنه رح يكون فيه اثنين جدد أولا سلم وثانيا حبل أو جرابل هو غير كذا رح يرجعوا أقوى الأسلحة من Modern Warfare 2 نفس سلاح الـ ACR الـ UMP Shotgun الـ Space وسنايبر الـ Intervention اللي يعتبر أفضل سنايبر بتاريخ Call of Duty وأخيرا بالفيديو القديم قلنا أنه فيه طور جديد هذا الطور يشتغلوا عليه أربع سنوات لأنه كان مفروض ينزلوا مع Modern Warfare 2019 بس ما لحقوا يخلصوا فأجلوا لم Modern Warfare 2 يعني حرفيا هذا الطور عبي يشتغلوا عليه ممكن من 2018 الطور عبارة عن نفس لعبة Escape from Tarkov اللي هو لاعبين بينزلوا بخريطة والهدف أنك تجمع قدر الإمكان من اللوت وتهرب وتطلع بره الجيم ولو متت فرح تخسر كل اللوت اللي معاك وحتى رح تخسر اللوت اللي كان معاك قبل تفوت على اللعبة يعني الطور جدا تكتيكي وفيه تسريبات جديدة عليه رح نذكرها بعد شوي طيب وبكذا ما يكون خلصنا من التسريبات القديمة كلها ذكرتها بشكل جدا مختصر إذا بدك تسمعها بتفاصيل أكتر فشوف الفيديو القديم رح تلاقي رابطة موجود بالوسط طيب والآن رح نتكلم عن معلومات رسمية جديدة عن Call of Duty Modern Warfare 2 وبعدها رح نتكلم عن التسريبات الجديدة طبعا أول شي الشعار الرسمي اللي ورجعتكم ياه في بداية الفيديو خلاص أكدنا أنه هذا الشعار لأنه نزل من حساب Call of Duty نفسهم وحطوا معاه هاشتاغ Modern Warfare 2 طبعا الشعار أو فيديو الشعار مثل مشايفينه الشعار لونه أخضر وذكرنا بشعار Call of Duty Modern Warfare 2 الأصلي من 12 سنة كان كمان كله بالنون الأخضر فواضح أنهم عبيلمحوا أنه هاللعبة رح تكون بنفس مستوى رهابة Modern Warfare 2 الأصلية غير كذا بفيديو الشعار فيه لغزين إيه لو بتشغل الفيديو على البطيء رح يطلع لك شيئين مخفيين أولا شعار Task Force 141 واللي هي الفرقة يلي فيها Captain Price و Ghost و Sob نفس الفرقة بالضبط كانت موجودة بـ Modern Warfare 2 الأصلية بس حاليا معهم شخصيات إضافية ثاني لغز فينا نشوفها بالشعار هو أرقام هالأرقام لو بنحطها على خرائط جوجل رح تودينا على هذا المبنى اللي شايفينه قدامكم واللي موجود بسنغافورة فشكل أجواء اللعبة ما رح تكون فقط بكولومبيا مع تجار المخدرات لا رح تكون كمان بسنغافورة بالذات أنه أحد المسربين قال أنه شاف مقطع مسرب من اللعبة وبالمقطع كان أحد الشخصيات عم يتسلل بأحد الأبراج نفس هالمقطع اللي شايفينه قدامكم من لعبة Call of Duty Ghost واللي مطورينها Infinity Ward نفس مطورين Modern Warfare 2 فشكل الأبراج هاي اللي عم نتسلل عليها رح تكون هاي الأبراج اللي بسنغافورة غير كذا Infinity Ward حطوا هالصورة من يومين على تويتر لما نفتحها منشوف شخصية Ghost فهذا تأكيد أنه Ghost رح يكون موجود بالقصة إذا بتتذكروا بـ Modern Warfare 2019 Ghost ما كان إلى وجود بالقصة لا ضافوه بعدين لقصة اللعبة مع السيزونات والWarzone والمستربين قالوا أنه هالصورة هي من إعلان اللعبة اللي رح ينزل قريباً يعني هالصورة شايفينه قدامكم هي حرفياً من الإعلان وغير كذا الشركة أرسلت دعوة للاعبين كرة القدم الأمريكية هذول جداً مشهورين في أمريكا وخلوهم يلعبوا اللعبة قبل الناس هالكلام صار من أسبوع تقريباً واللاعبين نفسهم كتبوا على تويتر أنه اللعبة جداً واقعية بعمرهم ما شافوا واقعية لها الدرجة فهذا الشي بيدلنا أنه اللعبة شبح جاهزة والبيتة ممكن تنزل بوقت جداً قريب وجميع اللعبين كرة القدم الأمريكية لابسين بدلات وعليها الشعار فرقة Task Force 141 فواضح هالفرقة لها دور جداً كبير بقصة اللعبة نفس Modern Warfare 2 الأصلية بـ Modern Warfare 2019 ما كان لهم ذكر بشكل جداً كبير وأخيراً Activision قالت مع لقاء مع المستثمرين أنه Call of Duty Modern Warfare 2 هي أكثر لعبة Advanced أو متقدمة ومتطورة في تاريخ Call of Duty وقبل لنروع على التسريبات الجديدة أنا سمحت لي الفرصة أني أسوي لقاء مع مطورين Call of Duty هالكلام كان من شهرين تقريباً وأعلنوا لنا ولباقي اليوتيوبر أنه رسمياً رح ينزل Call of Duty Warzone 2 مع Modern Warfare 2 أي رح يكون فيه Warzone جديدة كلياً ورح تكون لعبة منفصلة ما رح تكون مربوطة مع Call of Duty Modern Warfare 2 يعني نعرف حالياً كلما بدك تلعب Warzone لازم تفتح Modern Warfare 2019 بينما الـ Warzone 2 رح تكون منفصلة بالكامل لوحدها اللي رح يطور Warzone 2 هو Studio Infinity War نفسه اللي شغال على Modern Warfare 2 ونفسه اللي يشتغل على الـ Warzone الأصلية نعرف حالياً أنه Studio Raven هم اللي مسكين الـ Warzone هم اللي بيسولوا التحديثات والأبدات وكذا بس لا Warzone 2 رح يكون من تطوير Infinity Ward بالكامل رح يبنوه من الصفر كلعب جديدة وشي الرهيب أنه Warzone 2 و Modern Warfare 2 لاثنين رح يكونوا بإنجين أو محرك جديد كلياً Call of Duty Vanguard كانت بنفس محرك Modern Warfare 2019 بس مطور بينما حالياً رح يكون محرك جديد طيب وبكذا مكون خلصنا من المعلومات المؤكدة وخلصنا من التسريبات القديمة خلنا حالياً نروح على أهم جزء بالفيديو والي هو التسريبات الجديدة أولاً عنا تسريب شبه مؤكد بيقول أنه تكلفة تطوير Call of Duty Modern Warfare 2 رح يكون بين 250 إلى 350 مليون دولار لو كان هالتسريب صحيح هذا بيخلي Modern Warfare 2 أغلى لعبة تم إنشاؤها في التاريخ لأنه أغلى لعبة تم إنشاؤها حالياً هي GTA V ودفعوا عليها 265 مليون دولار بينما هنا عم يحكوا بين الميتين وخمسين إلى 350 مليون دولار حاطين هالميزانية الضخمة على اللعبة لأنه فيه تسريب تاني شبه مؤكد بيقول أنه Call of Duty Modern Warfare 2 رح يتم دعمها إلى سنتين يعني بعام 2023 ما في جزء Call of Duty جديد لا جزء القادم يلي هو بلاكوبس من شركة تريارك رح يتم تأجيله إلى 2024 فمودر ووفر 2 رح نلعبها هالسنة والسنة القادمة والتسريب بيأكد أنه رح يكون فيه كثير مابات ريماسترد رح يرجعوها من مودر ووفر 2 الأصلية المابات المؤكدة هم Terminal High Rice وماب فافيلا وكاري وكمان ماب Shipment من مودر ووفر 1 هدول رح ينزلوا مع نزول اللعبة يعني ما رح يطم إضافتهم بعدين بس رح يطم إضافة بعدين مابات ثانية ريماسترد أكثر من Code 6 أو مودر ووفر 2 وبالنسبة للملتي بلاير فاللعبة رح تبدأ بـ 38 سلاح يعتبر عدد جدا كبير بس نفس Call of Duty Vanguard Vanguard بدأت بـ 37 سلاح والقنثمث أو نظام تعديل الأسلحة بـ Call of Duty Vanguard خلوك تحط 10 أتاتشمنت بالسلاح بينما في مودر ووفر 2 فلأ رح يرجع إلى 5 أتاتشمنت فقط نفس مودر ووفر 2019 بس رح يكون فيه تركيز جدا كبير على الأتاتشمنت مو نفس Vanguard تحط أي أتاتشمنت وخلاص وما تحس أنه موجود أصلا لا هنا أي أتاتشمنت رح تحس إلو دور جدا كبير طيب والتسريب الثاني بيقول أنه حاليا فينك تحط 4 بيركات إيه 4 بيركات بس رح يكونوا 3 بيركات اللي هو بيرك 1 و 2 و 3 بس البيرك الأول فينك تحط بيركين صراحة ما أدري ليش سووها كذا يعني يعملوا 4 بيركات وخلاص بس لا البيرك الأول طيب وتسريب ثاني بيقول أنه الكلستريك صار إلى تأثير جدا كبير على الخريطة يعني لما حد يجيب هلوكوبتر ولا AC-130 ولا تشوبر جانر رح تحس الماب كله قاعد يهتز والأصوات شبه واقعية يعني الكلستريك رح يكون إلى تأثير جدا كبير نفس Modern Warfare Tour الأصلية كان على وقتها لما حد يجيب AC-130 الماب كله يدخل بوضع رعب ويصير يهتز من أصوات الصواريخ وكمان إجاب التسريب أنه تصميم المابات رح يكون 3-lane أو 3 خطوط يلي هو مثل تصميم مابات بلاك كوبس يعني على سبيل مثال نيوكتاون عندك خط في النص خط على اليمين وخط على اليسار وكل مابات بلاك كوبس نفسها تخطيط بينما Modern Warfare 2019 كان معظم المابات تصميمها عشوائي ما لهم ماشيين عن نظام لـ 3 خطوط عشان كذا كان فيه كتير مابات سيئة بينما هنا معظم المابات رح تكون بنظام 3-lane فمعظمها رح يكون سهل وبسيط بس ركزه قلت معظم مو كلهم لأنه حتى مابات الريماسترد اللي رح يرجعوها من Modern Warfare 2 ما كانت بنظام 3-lane فمو كل المابات بس معظمهم وكمان بالمالتي بلاير رح يكون فيه نظام بريستيج جديد كليا غير اللي يطبقوه بآخر 3-4 ألعاب جديد كليا إن شاء الله يكون نفس النظام القديم اللي متعودين عليه بس إلى الآن ما بنعرف شوه النظام بس بنعرف إنه فيه نظام جديد طيب وشفنا إنه بمودر وورفر 2019 كان فيه تفاصيل جدا رهيبة بالذات على الأسلحة لما تطلق بسلاح معين وترش فيه بتلاقي السلاح عم يطلع منه دخان وكذا فبمودر وورفر 2 التفاصيل هذي كلها رح تكون موجودة وأكثر وكمان رح يكون فيه تفاصيل على يد اللاعب يعني فينك تشوف العروق من إيد اللاعب كيف طالعه وكيف تتحرك مع حركة السلاح هذا الفيديو شافينا قدامكم صمم أحد المطورين بستيديو انفينيتي وورد يعني صمم أحد الأشخاص اللي قاعد يشتغل على مودر وورفر 2 بس قال هالفيديو ما لا علاقة في اللعبة فقط شي هو حبي يسممه ونشر عنه بس نقدر نشوف التفاصيل الرهيبة للشخص هذا اللي عم يشتغل على الشركة فنقدر نتوقع أنيميشن قريب مننا طيب خلصنا من تسريبات الملتيبلاير عنا تسريب جديد بالنسبة للطور الثالث اللي هو الدي ام زي اللي مثل ما قلت لكم مثل لعبة اسكيب فرام تاركوف اللي هو ماب كبير في عدة لاعبين لازم تدخل تاخد لوت وبعدين تهرب بهولوكوبتر وتطلع بره الجيم فقالوا انه اللعبة رح تبدأ بماب واحد وبعدين مع كل سيزن رح ينزل ماب جديد والمجموع رح يكونوا اربع مابات رح ينزلوا بالمستقبل قاعد احس انه هذا الطور مثل الزومبي او رح يعاملوه معاملة الزومبي انه مع كل سيزن ماب زومبي جديد هنا مع كل سيزن ماب دي ام زي جديد واضح انهم جدا تعبانين على هذا الطور بالذات انه عم يشتغلوا عليه اربع سنوات فان شاء الله يكون حلو وعننا تسريبات لماب الورزون الجديد او نقدر نقول لعبة وارزون الجديدة وارزون 2 الماب رح تكون اجواء نفس اجواء طور القصة يعني رح يكون بكولومبيا وفي قسم فيه غابات رح يكون تقريبا نفس ماب فافيلا من مودر ووفر 2 اللي شايفينها قدامكم واللي رح يرجع كماب ملتي بلاير نفسها الاجواء تقريبا وعداد اللاعبين بالوارزون رح يزيد من 150 الى 200 او حتى 250 لاعب والمفروض ينزل الوارزون الجديد بعد شهر تقريبا من نزول مودر ووفر 2 واخيرا اتسرب موعد الاعلان واللي رح يكون بتاريخ 19-5 اي مو يوم الخميس القادم ولا اللي بعده اللي بعده رح ينزل اعلان Call of Duty مودر ووفر 2 وفينا نشوف بالاعلان موعد نزول اللعبة واللي الكل متوقع يكون بشهر اكتوبر من هالسنة اي بعد 5 شهور تقريبا وتسريب جديد بيقول كمان انه رح يرجع الفايرينج رينج انه انت بالقائمة مجرد ما تشوف السلاح رح تقدر تجرب السلاح قبل لا تفوت على القيم طيب واخر تسريب عننا يا في حرق بسيط لقصة اللعبة فاذا ما ودك ينحرق عليك قدم الفيديو 35 ثانية التسريب بيقول انه رح نشوف وجه شخصية غوست في القصة ايه غوست رح نشيل قناعة ونشوف وجهها لأول مرة بألعاب وغير كذا بمجموعة تاسك فورس وان فور وان او هاي الصورة اللي شايفينها قدامكم في واحد بيناتهم خاين ايه في واحد منهم خاين ممكن غوست فرح أليك سوب او نيكولاي في واحد من الشخصيات الرئيسية بالقصة يلي حبيناهم من مودر ووردفر 2019 رح يكون خاين هذا التسريب بس ما معرفنا بالتسريب من هو الخاين بالضبط بس عرفنا انه هيكون في خاين فاي يا شباب هالفيديو لليوم اتمنى اكون اعجبكم اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا وضعط الفيديو زر اللايك وشاركونا بالتعليقات شو اكثر شي متحمسين عليه بكولوف ديوتي مودر وورفر 2 القصة الملتي بلاير ولا طور الثالث ولا الوارزون الجديد كليا اتمنى تتركونا بالتعليقات وبس كان معكم بشاركة اياه بشاركة كيش شكوم ديهاد ثاني ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة